بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز آل السعود ولنعهد رئيس مجلو سراء فخامة الرئيس شي جنبينغ رئيس جملة سجنين الشعبية أصحاب الجلالة والسمو والفماخ والفخامة معالي الأستاذ أحمد بلغيث الأمين العام الجماعة والعربية السيدات والسيدات الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي أولاً أن أقدم إلى آخر خادم الحرامين الشريفين الملك سمان معزيز آل السعود حافظ الله ورعاه ومن خلال جلالته إلى حكومتي وشعب الملك الملك العبي الصونة الشقيقة خالص الشكر وعظم الإمتنان على حفوة الاستقبال وكرم الضيافة الذين خطوتوا بهما أنا والوفد المرافق لمنذ يسولنا إلى البلد الكريم الملكة العربية الصعودية كما وحيي تنظيم جيد لعمال هذه القمة التي نتوقع منها بثقة ارتقاء العلاقات العربية الصينية نحو أفواق أوصى الإنزهار والتقدم في مختلف مجالات التعاون المشترك بيننا وبين جمهورية الصين الشعبية إنني على يقين من أن هذا القمة ستصم في موارعة الرؤية وسياساتي بشأن خضايا الثائرية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي تعزيل الحوار السياسي والموافق للمشترك التي تهدف إلى حماية المصالح العربية والصينية ودعم السلام الدولية والأمن وتحقيق التمنية المتدمة في جميع المجالات كما أنني مقتنع بأن هذا ذات الأولى لقمة العربية الصينية التي تتضيفها المملل كونتو العربية الصينية للشعريقة بالإضافة إلى أمتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بين الدول العربية وجمهور الصين الشعبية ستهسيم في خلق روح جديد للشراكة العربية الصينية على أساس متنا وواضحة تمهد الطريق تسيق سياسي وتعاون وتكوم الاقتصادي ناجح ونأمل أن تكون حافزة قويا للإلتاق بالعلاقات العربية الصينية نحو أفواق أوسع بما يخدم المسلحة المشتركة للطرفين في الواقع على مدارس سبعين عامة واكثر ماضية منذ تأسيس الصين الجديدة كانت الصين والدول العربية دائما تهترم بعضها البال وتعامل بعضها بعضا على قدم المساواة لذا فإن هذه القمة الصينية العربية الأولى هي حدث كبير وخطوة مهمة نتخذها منذ التزام رئيسي جمهورة الصين الشعبية بمضاعفة تبادل التجاري مع الدول الخليج بين عام 2014 و2023 ومن هنا فإنني أحيي روح صداقة والاستداد العمل يدا بيد لبناء المجتمع العربي الصينية الذي نريده من أجل مستقبل مستقبل مسترك ظاهر تتجلى هذه الروح في تعاون المذوج الذي تمكن من ترسيخه في مكافة جائحة كوفيد وفي تعاون الناشي بين الأطراف الصينية والعربية على أساس المنفعة المبادلات والشركات المباحة للجنين الحضور الكريم اسمحوا لي أن أذكر هنا بأن بلد جمهورة المتحدة قد سرع في إصلاحات اقتصادية ودرماتية جديدة بهدف تنفيذ رؤية طموحة للإلتقاء للبلد إلى مرضبة الدول الصنعية بحلول عام 2030 وفي إطار أوريتها عقدت حكومة جزر القمر بالفيلم تمران شركائي تمنيع في باريس في عام 2019 بجناح كبير وفي عقاب هذا المتمر وبعد كوفيد 19 التي أدبت الزخمة المكتسبة في باريس نظمت الحكومة القمرية اجتماعا رفع مستوى بشأن متابعة المتمر شركائي تمنيع في جلقمور كان هذا الاجتماع على مستوى توقفنا ومكنا في تسليل إعلانات تمثيل جديدة لعدد إطلاق العملية تسليل وتعبئتها لأنات خطة العمل التمنية والتنفيذ الفاعل لخطة جلقمور أسعاد بحلو العام 2020 كما كان هذا الاجتماع من مشاركة توجهات الاستدارجية لحكومة الإيضات إطلاق التممية المتدمة في بلاد وإيضاتها إلى مصار الظهور في إطار جندة الاتحاد الفقية حتى عام 1063 وأجنالة الأمم المتحدة حتى عام 2030 ذلك أود أن مشاهد الجامعين في إطار هذه القمة السنية العربية مساعدتنا في تنفيذ مشاريع وتوشيات هذا الاجتماع رفع المستوى بشأن متابعة خطة عمل البدانج وفي الخطان أنتهز هذه الفرصة لأعبر هنا أن خالص الشكر وإمجناني للدول العربية وصنادك العربية المتخصصة مشاركتها الفعالات لنتائها الممتوحة وأشكر جمهورية السنة الصعبية على دمها المتواصل التمنية لمشاراتنا والله أليو التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته